الإمارات تواصل دعم تمرد عسكري على الشرعية في أرخبيل سقطرة وسط انقسام حاد داخل اللواء الأول مشابحر المرابط في محافظة أرخبيل سقطرة تزداد احتمالات انزلاق المحافظة إلى مرحلة غير معهودة من الصراع لا توجد معلومات دقيقة عن حقيقة الوضع داخل هذا اللواء ومدى قدرة الكتائب المتمردة وتلك الموالية للشرعية على حسم المواجهة لكن الأرجح أن الأسلحة الثقيلة لا تزال حتى اللحظة في عهدة الكتائب المتمردة التي تخضع لأوامر العميد المقال ناصر قيس الذي ظل يدير عمليات تمرد متعاقبة في هذا اللواء قبل أن يكشف عن موقفه الصريح بعد تلقيه نبأ إيقالته أفشل هذا العميد عملية تسليم واستلام كان يفترض أن تتيح لقائد اللواء الجديد العميد ناشر باجري المعين من الرئيس هادي مباشرة مهامه منذ الثلاثاء طيلة الفترة الماضية بذلت القوات السعودية مساعي تهديئة لم تكن من ضمن أولوياتها على ما يبدو لجم جماح المتمردين الموالين للإمارات بما يستوجبه ذلك من استدام مع المخططات الإماراتية نفسها التي تعمل بدأب كبير على تقويض سلطة الدولة اليمنية في أرخبيل السقطرة وكل ما استطاعت عمله هي أنها أشرفت منتصف الأسبوع على عملية انتقال فاشلة لمسؤولية قيادة هذا اللواء إلى القائد الجديد ويعزى ذلك إلى أنها لم تتخذ إجراءات حقيقية لإنهاء مفاعل التمرد التي طالت معظم الكتائب في هذا اللواء الأمر الذي أدى إلى إفشال تمكين قائد اللواء الجديد إثر مواجهات كادت أن تتسبب في كارثة وأجبرت معها قائد القوات السعودية إلى مغادرة المعسكر قبل أن تتطور المواجهات إلى تنفيذ محاولة اقتحام لمدينة حديبو ومنشآتها ومرافقها الرسمية بعدد من الآلية المدرعة من قبل وحدات متمردة تنتمي إلى اللواء الأول مشى بحري الأنباء الواردة من هناك تشير إلى أن القوات الموالية للحكومة نجحت في صد الهجوم ودحر المهاجمين إلى خارج المدينة على نحو يبقي المجال مفتوحا لمحاولات جديدة ما بقيت هذه الوحدات مطلقة السراحة في جزيرة يفترض أن الأمور متاحة لفرض السيطرة عليها إذا ما توفر الدعم المطلوب للسلطة الشرعية من التحالف الذي تهيمن عليه السعودية يأتي ذلك فيما تمضي لجنة التنمية التي تشكل أحد الأذرع الاستخباراتية الإماراتية في محافظة أرخبل السقطرة في عملية واسعة لشراء الولاءات القبلية وتحويل الولاءات داخل المؤسستين العسكرية والأمنية ظن خطة دؤوبة لإحكام السيطرة على الأرخبل اليمني الواقع بين المحيط الهيدي وخلج عدن ترجمة نانسي قنقر